السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية محاضرة اليوم هي الجزء الثاني من محاضرة الدي سي موتور خلصنا بالمحاضرة لفاتة الدي سي موتور اليوم ان شاء الله نكمل المطور الدي سي المطور التيار المستمر وصلنا الى باق الكتروموتف فرس القوة الدافعة الكهربائية المحتفل المعاكسة عند دوران الارميتشر للمطور من يدور الارميتشر طبعا الارميتشر شنو يكو بداخلها؟ كو بداخلها اسلاك بالتالي من يدور عندنا المطور يدور عندنا الارميتشر هيدور ويا الاسلاك هاي عموما هو الارميتشر يكون داخل قطبين مغناطيسية قطب شمالي وقطب جنوبي بالتالي هاكو فيض مغناطيسي هينتقل من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي وهذا الارميتشر مندي يدور بداخل الاسلاك هايقطع كات دافلاكس هايقطع الفيض المغناطيسي بالتالي عند دوران الارميتشر ودوران الاسلاك ويا طبعا هايقطع لدينا فيض مغناطيسي يولدن يولدن القوة دافعة كهربائية محتفة هاي القوة الدافعة الكهربائية حسب قادرة الكافة اليمنى is an opposition to the applied voltage يكون معاكسة لفولتية المصدر لو تيجباو هنا شباب هذا هو الارميتشر هذا هو المصدر جيت انطيت فولتية هنا هايمر ادي تيار كهربائي هذا التيار كهربائي وين يروح يروح لي ملفات الارميتشر الارميتشر دور وبي اسلاك داخل المجال المغناطيس هي اقطعن خطوط الفيض المغناطيسي بالتالي هيولدن القوة الدافعة الكهربائية المحتفة المعاكسة اللي هي الباقي الكتروموتو فورس بسبب انه اتجاه هيكون معاكس للمصدر اترفعت باقي كوفين سيركت أوف موتور شون في قوة سبعة بكوز أوف اتس ابوز دا اكشين اتس رفيرت تو اكاونتر في ما احجينا هس يمكن انتم مثل البطارية يقول لك باتري أوف الكتروموتو فورس يعني القوة دافع كعربائي الباقي الكتروموتو فورس المتو اللي دي تكون مشابهة بما انه مصدر الفولتية ادنى V اللي معاكسة لقطبية بمعناة V حتصير تكون تساوي القوة الدافعة الكهربائية الباقي الكتروموتو فورس زائدا I A R A زائدا I A R A خاني نجي باوع الفولتية تساوي ان القوة الدافعة الكهربائية باقي الكتروموتو فورس زائدا I A R A ليش ان الفولتية قطبية هتكون معاكسة لقطبية الباقي الكتروموتو فورس والتيار R ومقاومة R نفس الشي مننا نقدر نحصل انه تيار R عيس ناقص E باقي على R اي لو ناخد مثلا هذا الشانت ملف شانت مربوط على التوازل للملافات R ونطايد فولتية ناحية مرد تيار LOD ينقسم لتيار R وتيار شانت بالتالي تيار LOD I يساوي I A زائد I شانت بينما بالمولد تيار LOD يساوي I زائد I شانت تفهل هاي الملاحظة بالمولد يطلع مننا تيار LOD ينقسم لتيار LOD وتيار شانت تيار LOD هو جاي منا هينقسم إلى تيار R وينقسم إلى تيار الشانت لأنه كانت بالمولد البولتية المتولدة هنا هتطينا تيار LOD يطلع منا ينقسم يمر جزء من عند يروح للحميل وجزء من عند يروح للشانت بإذا ما هنا لا هنا بالمطور هننطيت كهرباء هيمور تيار LOD ينقسم إلى تيار LOD وتيار الشانت طبعا القوة الدافعة الكهربائية المعاكس تكون متشابهة لقوة الدافعة الكهربائية المتولدة بالمولد اللي كنا نقول للإيباك سونا FLUX ZN على 60 في بي علي نفس المعادلة الفلاكس اللي هو الفيض المغناطيسي Z اللي number of conductor N السرعة speed بالrevolution per minute P number of pool والA اللي هو number of parallel both سوى طبعا الكتروموت تعتمد على عدة عوامل تعتمد على سرعة الارمتر if the speed is high سرعة الارمتر عالية بالتالي الإيباك هيكون عالي بالإضافة أنه يعتمد على تيار الارمتر هميا ويقول من if the speed is less إذا السرعة تكون قليلة بالتالي الإيباك تكون قليلة مثل ما قلنا بالتالي أنه علاقة القوة الدافعة الكهربائية مع السرعات الارمتر تكون طردية يعني كل ما يزيد عدنا السرعة يزيد عدنا القوة الدافعة الكهربائية المحدثة المتولدة والعكس صحيح نرجع الهنان voltage equation of motor مثل ما قلنا الفولتير سألنا القوة الدافعة الكهربائية زائد i a r i bin أكس معادلة المولد كانت الفولتير سألنا e-bug ناقص i a r the voltage applied across the motor armature has two هاي الفولتير نصلتها على armature overcomber باقي الكتر motor force من خلان نقدر نتجاوز ودع الكهربائي المحتفل المتولدة و supply جهز إنا armature omic drop حسن هبوط بفولتير armature الأومية اللي هي i a في r i دوجينا هاي المعادلة بربناها في تيار armature via حسن إي باقي i a i a تربي في r حسن ولد بإنه power الpower الأولى اللي هي في i a اللي هي الunput لدخال للarmature اللي كترك الunput اللي هي القدرة الكهربائية الداخلة إلى الarmature اللي يباق i a اللي كترك equivalent of mechanical core development in the armature هي القدرة الكهربائية المتحولة إلى قدرة ميكانيكية بالarmature قدرة كهربائية من تدخل V في i a حتتحول إلى قدرة ميكانيكية بالarmature يباق في i a وبالتالي حتولد عدنا أيضا خسار النحاسية بالarmature اللي عاي تربيع في r i نيجي للتورك العزم تورك 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 يعني عندين شباب خلناخد مثلا بد نقطة معينة ويدور دائر مدائر ها قرص دوار فمعناته انه التورك تتولد عندما تأثير القوة هاي القوة تدورنا القرص هيولد عندنا عزم فمعناته علاقة العزمة تكون أي شي ويتوستنج دوران قرص دوران أي شي نتيجة قوة تأثير القوة سبب دوران شغلة معينة هتتولد عزم بالتالي علاقة التورك ويتوستنج ويتوستنج ويتواران ما لها علاقة بأي شي خطي ما لها علاقة ويتوستنج علاقات الخطية فقط دورانية تولد العزم بالعلاقات الدورانية It is measured by protect of the force and radius of which this force acts تورك ممكن انه يتولد نتيجة ضرب protect the force ويتوستنج نصف القطر لاننا نلاحظ هنا هذا القرص بيدور بهالشكل هذا أو بهالشكل هذا حسب القوة تجاه القوة بالتالي خلال نصف قطر معين هيولدنا العزم فالتورك يساوي الفورس في الرادياس قوة في نصف القطر وحتى نيوتن متر الشغل المتوال الشغل اللي ناتج بوسطة هذه القوة باتجاه معين واحد يساوي القوة في المسافة يساوي القوة في المسافة القوة اللي هي الفورس المسافة اللي هي محيط الدائرة اللي هي 2πr نصف القطر خلال دورة كاملة نصف القطر خلال دورة كاملة دورة كاملة مننا الهنا هي 360 درجة فالتالي فورس في الدستانس اللي هي 2πr الورك الشغل هو حتى جول إذن القدرة المتولدة القدرة المتولدة وليس الكهربائية سألنا الفورس في 2πr في n يعني الشغل في السرعة الشغل في السرعة f في 2πr في n جبت ال-r حطيت هنا قدمت وراجدت نزلت ال-2π وال-n ليش يسويت بعض ليش لأنه ال-f في r وقالنا هو وش التورك وال-2πr هو ال-angular velocity ال-w مراد لكل second السرعة الزاوية بتالي f-e-r هو التورك والسرعة الزاوية 2πn فنقدر نقول ال-power developed هساوي انه التورك في السرعة الزاوية تورك في السرعة الزاوية هاي طبعا القانون كلش مهم يقول وياكم بسنين فانتبو علي وحبو الآن ال-revolution per minute وال-w هي 2πn على 60 لراد لكل second ال-power هي ساوي 2πn على 60 2πn على 60 في التورك إذا كان كل راد لكل second إذا نقسم 2π على 60 هي 1 على 9.50 يالي يا ما هذا القانون يالي هذا القانون our mature torque of a motor طبعا اللي اخذنا قبل شوية ومجرد مصطلحات نحتاج ها ما تخلي الى العزم المتولد في المعطور لية الت تي اي اللي هو our mature torque العزم developed by the armature of the motor running on سرعة n small اللي هي revolution per second if ta is newton لكل متر بين الpower developed يسأونا ta في 2πn ta في 2πn الpower مثل ما قلنا يسأونا torque في 2πn طبعا الpower رح نقل نقل شوية developed اللي هو تحويل الطاقة الكربائية الى ميكانيكية بال armature هو e-buck في i-a اللي يترك power converted into mechanical power in armature بالتالي حشي الpower دي في احط e-buck في i-a يساوي ta في 2πn بالاضافة انه e-buck شي يساوي قلنا فلاك z n pp على a فالشي اللي هذا e-buck وحط ها المعادلة حيث عندي ta في 2πn نزلت يساوي flux z n p على a في i a منا انا اقدر رحش حصل على هاي المعادلة اللي ta يساوي لي flux z p على a في i a على شنو على 2π طبعا الان تروح يامن ويا الان واذا قسم واحد على 2π هتلاع اني 0.159 فما هذا القانون او هذا القانون نلاحظ مننا ان السرعة انتشزت راحة السرعة معناته اني التورك مالتي العزم مالتي ما يعتمد على السرعة اذا كانت التورك عالي اهتمال السرعة قليلة او السرعة قليلة او سرعة عالية التورك يجوز قليل او جوز اثنين هم عاليات او جوز اثنين هم قليلات فاذا العزم مالتي ما يعتمد على السرعة نلاحظ من هال المعادلة انه التورك يتناسب طردين ويا الفلاكس يتناسب طردين ويا تيار الارميتشر كلما زاد تيار الارميتشر يزيد عندي التورك كلما زاد عندي الفلاكس يزيد عندي التورك والعكس الصحيح عند كيسف سيريز موتور الفلاكس يتناسب مع تيار الارميتشر الفلاكس يتناسب طردين مع تيار الارميتشر في المطورات السيريز التالي التورك هيتناسب ويا تيار الارميتشر تربيع بالشنط الفلاكس ثابت فلاكس ماتي ثابت بالشنط بالتالي التورك تناسب فقط مع تيار الارميتر ونقدر نحصل على هاي المعادلة النهاية اللي هاي تي اي سألنا إيباك في الآية اي على تو باي ان والسرع عارف اليوجين بي اي ساكن الآن حجينا على أول تورك اللي هو التورك المتولد بتحول الطاقة الكهربائية لميكانيكية الآن نيجي إلى شيف تورك شيف تورك شاف تورك الوالة المتورة تورك is not available for doing useful work because a certain percentage of required supply iron and friction losses in the motor هذا التورك تبعا تعرفون انتو المعطار داما يروبط بي شيف تدوير شغلة معينة مثل الخلاط خلاطك بداخل المعطار وبي شيف تتوصل ويا منوية الخلاط حتى يدور هذا الخلاط بالتالي هذا الشيفت اللي يربط المعينة المعطار والشغلة معينة اللي يريد ندورها هذا هيتولدنه ايضا عزم هذا العزم يسموه شيف تورك أوتبوت أوف موطور والاخراج مع الموطور يسعوني تي شيف في 2 باي ان الاخراج مع الموطور الاوتبوت يسعوني تورك شافت في 2 باي ان تورك شافت اللي هو الاوتبوت طبعا بالوضع بالوضع كل 2 باي ان بالتالي سعيندي اني صار تورك اللي هو المتولد بالارميتشار وعدي شيف تورك وعندي لوس تورك لوس تورك اذا اطرح هذا التورك ما الارميتشار ويالتورك الشيفت هينطيني لوس تورك ينطيني لوس تورك شنو اللوس تورك هذا اللوس تورك العزم الخسائر اللي انا يعني دا اجي دا انطي عزم محاولة انطي عزم بس ما دا يدور عندي المحرك حادثة صارت عندي بالسيارة مالتي بالمروحة من المروحة المحرك الرادياتور عند المروحة قامت من الدور فعند تعرفوني نتيجة الموطور مالتها فمن فصخت الماطور لقيت عندي البوربيرن قايم البوربيرن قايم بالتالي احنا هنالا الماطور دا يبذل عزم دا يبذل عزم تشبير حتى يدور الماطور بس الماطور ما دا يفتر نتيجة انه البوربيرن قايم فهنالا وقفت عندك المحر والمروحة بالرغم انه دا يبذل الماطور عزم حتى يدورها بسبب البوربيرن فهذا اه هنا انا انا دا ولد عزم بس ما مستفاد من عنده فيسموه هذا العزم باللوز تورك طبعا سعندي هنا معادلات مهمة اللي هي يباقي سعونا V-IAR-A والمعادلة الثانية هي يباقي سعونا FLAG-ZNVP-A لهنا شباب خلصت عنا المحاضرة ان شاء الله ننتخلكم محاضرة قادمة تحياتي